خلاص كل سنة وحضراتكم دراسة في كل محافظات الجمهورية ده طبعا وسط السادات مكسفة من قبل وزارة التربية والتعليم لاستقبال الطلاب وتوفير كافة السبل اللازمة لهم لكن الطلاب اللي بيكون أول سنة دراسة لهم بيكونوا محتاجين أن هم يندمجوا مع زميلهم الجدد وده بيكون دور الأم والأب أن هم يمهدوا للطلاب عن المرحلة الدراسية الجيدة وأكيد فيه دور كمان للمدرسة محمد صحيح جمانا يوم مهم جدا في حياة كل واحد مننا يوم دراسة الأول هلعرف تفاصيل أكتر معاكم بقى في الفقرة دي عن إزاي بقى نؤهل ولدنا وبناتنا للاندماج مع زملائهم ومع حياتهم الجديدة في المدرسة وإزاي كمان يستمتعوا بالمرحلة دي في حياتهم منرحب بضفتنا الكريمة اللي منورانا في استوديو صباح الخير يا مصري دكتورة أمل شمس واستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس أهلا بحضرتك معنا ونورانا ومشرفانا يوم مهم جدا ما يتنسيش في حياة أي واحد فينا هو أول يوم دراسة صحيح إزاي نستعد لأول يوم دراسة؟ هنبتدي مع حضرتك من زاوية الأب والأم الأسرة إزاي تعد أولادها وبناتها ليوم الأول دراسة أول يوم دراسة مش أول يوم دراسة لطفل لسه داخل المدرسة أول يوم دراسة لكل الناس نحن عندنا 40 مليون طفل 40 مليون من عدد سكان مصر اللي هما من سن سنة لحد 18 سنة اللي هي مرحلة التعليم قبل الجامعي وممكن أولى كلية من الجزء ده فإحنا بنتكلم عن عدد سكان يتجاوز 7-8 دول مجتمعة نزلوا النهاردة للمدرسة دول صاروا بشرية قوية جدا لأي مجتمع طيب الدراسة هي بداية جديدة بداية جديدة في كل سنة أنا أتذكر نفسي كنت بستنى أول يوم دراسة ده يعني بفرحة شديدة أن أنا هقبل زميلي اللي كانوا قبل كده السنة اللي فاتت المشكلة الكبيرة في الطفل اللي أول سنة يروح كيجي أو يروح أول ابتدائي ده عايز عملية جزء من الفطام النفسي فطام نفسي لأنه هو متعود على الصي المعين في حياته بيزحى الساعة برحته بيعب برحته ما فيش دوابط في سلوكه ما تعملش ده ويعمل ده فده عايز قبليها بمدة تبقى الأم والأب معاه أسبوع عشر تيام عشان ما تجلوز صدمة في أول يوم دراسة لأن انت بعدته عن الجو المقلوب بالنسباله المكان اللي بيحبه المكان اللي بيعمل فيه كل اللي هو عايزه بيضحك برحته فانت رايح على سيستم المفروض ده تعمله طبعا بطريقة بتبقى المدرسة معدة أنها تتعامل معي بس هو لحظيا عشان مش متعود على مصدوم الأم لازم تعمل إيه قبلها أول حاجة بيولوجيا حتى تضبط له الساعة البيولوجيا يعني الساعة البيولوجيا بمعنى إيه؟ هو بيصحى كل يوم الساعة 12 لا ما هو معايده في المدرسة الساعة 8 الساعة 7 لازم أنا قبليها أحاول أن ييمه بدري بحيث أنه هو ما يبقاش أن أنا دخلته في سيستم مختلف عليه بالإضافة لأن أنا نكدت عليه وصحيته بدري دراسة بيبقى فيها صهر كتير في الأجازات وكده بالضبط هو متعود بقاله أربع شهور ولو أول يوم دراسة لطفل أول مرة يدخل كيجي هو طول عمره بيصحب براحته بينام براحته ما فيش ضوابط لده فأنا لازم أهيأ له الجو النفسي أن احنا هننام بدري قابليها بعشر تيام خمسة شهر يوم عشان يبقى متعود على ده يقلق لوحده يبقى أنا ما عملتلوش مشكلتين مشكلة أن أنا بعدته عن البيت وعن الجو العام اللي هو عارفه ومشكلة أن أنا صحيته بدري عن المعاد فهو صحي مقارس بس وأنا بفهمه أنه ده عشان خاطر المدرسة وعشان خاطر إحنا نبتدي نروح خليني في الأول ولا عشان إحنا بتدينا يلا أننام بدري خليني مربطش ده في الأول ما يبقاش في ارتباط شرطي بمفهوم علم النفس لأن ده معناه أن المدرسة بتخليني أغير سيستم حياتي فأنا أتنكد علي أن أنا مش هلعب أن أنا مش هصهر براحتي فأنا بالتالي كذا لا يلا عشان إحنا هننام دلوقتي وابتدي أدرج وبرضه ما جيش مرة واحدة بالنامي الساعة 2 وده خطر طبعا عشان هرمون النمو لازم يشتغل الساعة 12 الساعة 10 الساعة 11 على أي انتبع للسن الطفل أن أنا بتدي أقلل ساعة يوم بعد يوم بعد يوم ما جيش بالنامي الساعة 2 أنا أقول له هننام الساعة 9 استحالة ممكن نقعد للساعة 2 قاعدين بنعيط ومنكدين ومش بننام لأنه هو تعود على أنه مسسسم نفسه أنه بيقعد للساعة 2 فابتدي أنام واحدة اتناشر حداشر عشرة تسعة ويبقى ده سسسم إحنا وبعدين لازم فيه حاجة لو هو أول طفل بالنسبالي أو تاني أو تالت لازم البيت كله يبقى مهيئ أنه إحنا كلنا هننام في التوقيت ده ولو منكون بنمثل عليه لأنه هو يحس أنه هو فيته كتير من جو الدفء العائلي الجو اللي بيحبه اللي قاعدين بنهزر بنضحك فإحنا مش بننكد على وإحنا قاعدين إحنا براحتنا بنلعب لحد ما ينام وبرضه ممكن نمارس حياتنا طب فكرة الرهبة يعني وإحنا هنا بنتكلم على اللي هو أول يوم مدرسة يعني بيش سنة دراسية لا ده أول يوم ابني أو بنتي بيروحوا فيها المدرسة صحيح دايما بنلاحظ على أولادنا فكرة أنه خايف دنيا جديدة مدرسين أول مرة يشوفهم الزملاء في الفصل أول مرة يتعرف عليهم فكرة الرهبة دي اللي بتبقى موجودة في ابني أو بنتي إزاي يتغلب عليها وإزاي أدي له الثقة أنه داخل على يعني دنيا مختلفة وجديدة ومهمة في حياته طب خليني بقى نقل الرهبة من الطفل لي أنا كبالغ ورايح شغل جديد في مكان جديد هحس برضو كده هبقى عندي رهبة مسافر مكان أنا عندي يا طرح هيبقى حلو ولا وحش تخيل بقى أنا بالخبرات دي وبالتعليم دي وعندي إحساس الرهبة أنا ليه بعمل الإسقاط ده لك أنت تخيل الطفل وهو الطفل لسا ما عندهش الخبرات ولا المهارات ولا العلم كم الرهبة والخوف اللي هو حسس بأنه سايب مكان الدفء والدفء الأسري وأنه براحت وكل حاجة ورايح مكان ما يعرفش فيه حد ومكان جديد ناس غريبة تماما علي زمائلي كلهم ما عرفش حد فيهم ابن خالتي اللي بلعب معايا وأخويا اللي بحبه جارنا اللي ب... ما فيش شخصية مألوفة إن أنا بحبها طب إيه ده هم أخدوني متدار للنار ده تصوره عن اليوم ده خلينا أقول إن أنا قابليها بأسبوع بعشر تيام لو عندي وقت كأم ياريت أبقى أخد ابني وروح المدرسة يوم نلف فيه في المدرسة نتفرق فيه أخليه يقل في المكان أحببه في المكان وعشان كده بعض المدرس بحييها إنها بتيجي قابليها بأسبوع تقولك إحنا نعمل يوم إن إحنا نعمل استقبال للولاد الولاد هييجوا عشان هو بيدي له أنشطة فاني كده نلعب ونهزر وندحك عشان يقوله إن المكان ده فيه بهجة فيه حب مش بنضيقك عشان أول يوم دراسة تبقى أنت نفسك متشوق إنك تيجي للمكان اللي جيته قبل كده اللي أنت ألفته في يوم أو اتنين أو تلاتة فخليني لو المدرسة مش هتعمل كده أنا كأم حتى لو ده مش في السيستم بتاعها أطلبه للمجموع وإحنا فيقول طب ده مش في السيستم خالص لأنا أروح زيارة أتحجج إن أنا راح أدفع مصريف إن أنا راح أسأل عن حاجة وأخذ ابني أو بنتي معي الله ده جميلة شوفه الجناين شوفه ده زي بيتنا دايما أدور على المتشابهات بين المكان اللي هو رايحه جديد وبين المكان اللي هو فيه خاصة واللي بيأكد الفكرة دي لو أنا ابني مثلا في المدرسة تلاقيه يقولك أنا عايز أروح مع أخويا أو مع أختي فلانا فده بيبقى أليا من أليات إنه عايز يروح معي لأنه حاسس إنه هو بيروح ينبسط بيروح مكان فلو أول يوم لو فيه أخ أكبر منه في المدرسة ممكن أستأذن إنه يبقى ملاصق ليه شوية ساعة أو ساعتين لأنه بقولوني فيه حد أنت عارفه فيه حد أنت بتحبه في المكان فبتدي أخوه ده يعرفه بحد طب ما فيش حد خالص أنا بقى على مدى رحت مرة واثنين المكان ممكن أول يوم أستأذن من شغلي وابقى حواليه مش معاه قوي بس حواليه يعني هو في الفصل طب أنا نص ساعة وجيالك وبحيث إنه هو يبقى حاسس إنه مش غريب إنه مرحش مكان تصدم فيه إنه مرحش مكان كل حاجة ما يعرفهاش لأ أخوه معي ممتوا معي ممكن يوم أول يوم ساعتين تاني يوم ساعة بحيث إنه هدفي هنا مش خاصة إنه يتعلم إنه يحب المكان إنه يقلف المكان لأنه لو حبه خلاص هيبقى عنده الرغبة إنه يجي لا الله ده زميلي زياد اللي بلعب معي محمد اللي بلعب معي زميلتي فلانا اللي بلعب معي وابتدي إنه خليه يقلفه وبعد كده خلاص هو اللي واحده ده هياخد مني مجهود خلينا متفقين قبل الدراسة أسبوع عشر طيام وبعد الدراسة ودايما تبقى لغة الجسد بتاعي خلينا ركز عليها وأنا بكلمه إنه ما بكبروش أنت مش لازم تروح معاد الباص جي هتتأخر بلاش صيغة الأمر يلا حبيبي عشان الله ده أنتو الباص بتاعكم جميل قوي ده أنتو الولاد ده أنا نفس أجي معاكم جيت معاه أول يوم أنا ممنوعة في المدرسة طبق أنا هاجي لوحدة عشان ممنوعة وهتلاقييني هناك على ما توصل هتلاقييني هناك مرة اثنين طب أنت لو عملت حاجة أنا مش هوديك المدرسة لو عملت حاجة غلط ما يبقاش العكس دايما الأم يعني بعض الأمهات اللي ما عندهاش وعي تلاقيها بتاخد المدرسة لأنها كرباج لأ ده هي الجايزة اللي أنا هديها لك لو عملت كذا أنا هوديك المدرسة لو عملت كذا أنا هقول للمس بتاعتك تحطك في القنر أن أنت شاطر أن أنت لوحة الشرف أن أنت حد حلو فدايما أخذ المدرسة والدراسة والتعليم وكل ما تعلق بي أنه الجايزة مش أنه العذاب ده دور الأم أو دور الأسرة طيب بالنسبة للمدارس أول يوم المفروض يتعاملوا إزاي مع الأطفال لأنه أكيد بيبقى فيه أطفال منلاقي بقى حالات آيات أحيانا بتبقى هستيرية وأطفال عايزين يمشوا وفيه أطفال ما بتندمش يعني فيه حالات كتير قوي مفروض أنا كمدرسة أتعامل إزاي هو مفترض أن المدرسين بتوع رياض الأطفال مضربين على ده بس فيه البعض منهم الطبع الشخص بيغلب عليه فما تحسيش بالبشاشة فيه يعني من أول مقومات معلم رياض الأطفال إنه يبقى بشوش لأنه اللي بتسمع بتريح الطفل هو مش بيعرف يتكلم أو بيتكلم على قدره بيعبر عن يعني عن أنا مش هنقل له أقوله أنا بحبك فأوكي لا لكن أنا مجرد أنا بتحك في وشه وبيحس بالأمان بيحس بالطمأنينة بيحس أن أنا بحبه وبنقل له مشاعر الحج دي فخلينا نقوله مدربين إلى حد بمال التعامل مع الأطفال لكن خلينا نذكر إن المدرسة المفترض إنها الطفل حتى في وزارة التربية والتعليم في الرياض الأطفال الكيجي وان وكيجيتو هو المفروض إنه هو بيكتسب خبرات مش بعلمه ودربه إنه هو يكتب بإيده إنه هو هدف الأساسي في الفترة دي حتى المكونة التعليم تلاقيه أركان ركن البحر ركن الزرع ركن بيتعلم حاجات بيئية دي شجرة دي سمكة عشان ملل الكتابة ده ما يتسللش نفسه والهدف من هنا الأنشطة دي إنه يحب التعليم إنه يحب المدرسة فالأنشطة بتبقى دعمة ده بس خلينا أقول لأول وهلة مفترض إنه يبقى اليوم ده استقبال في حاجات فاني بتفرح الولاد ألعاب لو فيه في الكارتون اللي هم بيحبوه سبونشي بوب الحاجات اللي هم بيحبوها بيقى مسكات فبيبقى فيه ناس ممكن بتلبسها بتلعب الولاد فتحسسه إنه هو فيه كارتون كبير هو بيتفرج عليه لأنه أنا بخاطب عقليته في الأول عشان هو يحس إنه ما بعتش كتير عن الحاجة اللي هو بيحبها أبتدي يبقى فيه جو من الفرح مش مش أوامر بيبقى فيه جو من البهجة بحس إن وإن كان رغم ده كله ممكن يبقى فيه ولاد فصلين هو عنده أنا عايز أروح البيت مين جابني هنا أموت وعرف تعمل معهم إزاقيني على رأي سامير غاني أموت ربني إزاقيني في الحالات دي بقى أتعامل مع ابني إزاي أو بنتي اللي هي رفضة فكرة إنها تقبل إنها تبقى طول الوقت موجودة برا البيت في المكان ده وش عارفها تتعاود بسرعة على وقبلها أنا مش عارف يعني من قبلها المدرسة تتعامل إزاي كماني بزبط أنا المفروض إن أنا معاملتي لإعداد ولدخول المدرسة مش أول يوم درسة خالص قبلها لأن أنا كده أنا كده عارفته لصدمة صدمة أنا ضربتي مثال في الأول أنا دلوقتي أمل وأنا عندي خبراتي ومهاراتي وتعليمي وراح أشغل الأول مرة أنا عندي قدر من الرهبة شوفيها في الممثل يقولك أنا كل مرة بواجه الجمهور بحس إن أنا عندي رهبة كبيرة من مواجهته بالك ده طفل صغير فلازم أبتدي إعداد لي عشان أمتص قدر كبير مش كل الرهبة لأن كل الرهبة هتروح إمتى أما هو يحب المكان أما هو يقلف الناس اللي فيه فلازم قبلها بمدة كبيرة أسبوعين ثلاثة ممكن أدور على كرتون إن هو بيقول حياة المدرسة أول يوم كل المعينات السمعية والبصرية والواقعية اللي تخليه يقتنع بفكرة إن المكان ده حلو إن أنا هكوون صداقات جديدة عحيناً ده بيحسى يا دكتور طفل بيروح المدرسة يعني كل يمكن كل الأمثال اللي حضرتك قلتيها دلوقتي أو كل الطرق اللي حضرتك قلتيها دلوقتي هيلة بس أحياناً لما بيتحط بقى في أمر الواقع وفي قبل فعل أمه مش جنبه أسرته مش معي لما فعلاً بيبتدوا يبعدوا عنه بجد بيبعنك أو بيخاف عشان كده قلت من شوية لو الأم لازم تاخد إذن من شغلها لو هي أكتر حد متعلق ممكن يكون الطفل متعلق بأقول أكبر منه بيلعبوا طوله النهار مع بعض والولد ده مش في نفس المدرسة لازم الولد ده أول يوم ياخد إكسبشن كده ويروح يقعد معاه ساعة يحسسوا بالطمأنينة في المكان بعد كده ينطلق لو في لعبة بيحبها عروسة بتحبها عربية بيحبها الولد ياخدها مع المدرسة في حاجات لو حصل ونهار وخاف التصرف إزاي؟ أول لازم هو داخل المدرسة أنا كأم يبقى لي بديل مدرسة أو مدرس أحس أنه شبه شبه حد يعرفه دي بتأثر جدا في الولاد يعني فيه ولاد يدخل مكان تبصت لقيه بيبتسم كده لمدرسة هي بتفكره بجدته اللي بتحبه بتفكره بحد بيحب بتفكره بشكل ممطو فهو واصق فيها من غير ما تدي له أي حاجة فأنا لو لقيت ده في ابني يعني أروح للمدرسة من فضلك خلي بالك منه لأن انت شبه جدته لازم أبقى أنا كأم وعية بالحاجات دي لأن زهابي دي في المدرسة في أول يوم بتدي له قدر كبير من الدعم النفسي والطمأنينة أنا معاك أنا مش هسين دي نقطة مهمة زي ما حالك قلت كمان التواصل ما بين الأولياء الأمور والأباء والأمهات والمدرسة والمدرسين ده مهم جدا نبقى التواصل والحوار ده على طول عشان أعرف إيه بني ايه مشاكله هل بيعرفي يتفاعل مع الناس أو الزملاء ولا لأ فدي نقطة مهمة جدا شكرا جزيلا على كل المعلومات كده والرشدة الصباحية الجميلة إزاي نتعامل في أول يوم مدرسة أهم 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 فكرة خلي بالك كأم وكأب إن ابنك في طريق تعليم وكله كله كله بيتوقف على أول يوم دراسة خبرات المفرحة الجميلة اللي حس بيها وعاشها في التوئيد ده تفضل في الزكرة على طول دكتور أمل شمس وأستاذ علم الاجتماع بجامعتين الشمس نورتينا وشرفتينا صباح الخير صباح السعاد عليكم على مصرق الله صباح الخير